الموضوع بري انتريستي والاشي الاخر اذا ايكو خطوة وهذا بالدورات التنريبية ممكن نحكي بيها دورات التنريبية اللوغو على هذه اتفقنا مع الجهة التانية اوكي الجهة التانية مودة اتناش طيب اوكي احنا نزدنا بري ونتحدث مع عمي المكان طيب عمليات تتصير هاي هاي ورد حاجة اوكي انا احنا بنا نحكي هذا فبالتالي الموضوع فتح افاق اخرى بالتالي نحكي بيها بسم الله الرحمن الرحيم اهلا المساعدة انا موجود معكم عشان عرف المشروع يعني التدبني يا ابو صال مدى احنا قبلوك على المشروع هو المشروع اللي احنا بنا نكلم فيه دور عن هبا هبا مشروطة طبعا الاستاذ محالي احنا نصلنا يعني اثنين محامين عمام ان شاء الله و المدة المدينAnyMohal الزكرة او انا التحريج السريع أنا مش بصاد بنا يعني محبا أتكلم أنا مش بصاد بنا قارس ريزاتين لكننا بك يروس سيدرا سنة الفين من وين؟ من القاهرة أنا مصري انت مصري؟ بس اللهجة مش ببينة وزمال لك هون معناتها؟ لا شوية بلين مكتون سنباتش يلا خير بيين العكس ترى بيين زمين هو أخطر موضي المصري أنا درست ميجستير إدارة عملت تخصص تسويق من جراء موكين القاهرة سنة الفين ودراثة دموحة من وزارة الصحة المصرية برنامج إعادة تأهيل لفريق الطبي كان هو المنوع الأمريكية وكان سبب مفتح معنا مجموعة أفق اللي هو مجدوع التعاون في الصناديق التموذية والمجدور ويعني كان في مجموع دورات لبأس بيها في إدارة العمالة والتصوير والآن أنا مشترك زي أطور مشهرية ما بين عدة الدول ابتداءة من مصر يعني حد القرط والحمد اللي عمل لها فيها سيرة ذاتية ممتازة حمل لها بريتانيا عملنا مع الدولة يعني اشتغلنا مع الدولة الضرب هي مش لمؤسسات ولا الجامعات لأ مع الدولة وليبيا و بريزيا الحمد لله كنت فيها الضواجب مش مختار هاللحية أنا مبطعش أنا أجاوب على ستة أسئلة هم معروفين تماماً من نحن شركة اللي هي روابي والجامعات مشكلة واحدة بس الناريوهات مختلفة اللي حلها ندلت مركز الرأي حضرت كنت يوم كنت فيها بالتصوير الضواجب لأ لكن احنا اشتغلنا يعني احنا قمنا بشغلة قمنا بالهومورك فطلعنا ده جالب من الندوة بيسور دولة اه 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 كويس معالي الدكتور الرأي ده المعايطة والحقيقة هنا مقتطفر بس من كلام معالي وزير أحب أن أنا أخده لتكلمة عن التمويف و بتقول التحدي الأكبر الحديث من الدكتور أو معالي الدكتور المعايطة هو إقامة حوار مع الجامعات والمساندين للجامعات احنا شايفين احنا بنقف في الصف التاني انا او في المساندين للجامعات اذا لم يتم القلوس مع المعانين بشوال اقتصاد وصناعة و تجارة و بقية المؤسسات و لم تنقش الحكومة وضع التعليم العالي و أين سنتوجه و تابعاً لابد من وجود سياسي الدولة و هكذا و كشفت الوزيرة أنها تمت حوار مرتقع السيد إلى ورقة عمل قد تم تشكيل لجنة لإعداد ورقة العمل و بعد ذلك ستشكل لجنة أوريا بمشاركة وزارة العمل و وزارات أخرى و حالة كنت تتكلم في تأهيل لسوق العمل أو نحوة من ذلك أنا بس حب أتلطف من كلام حضرتك أنه نبت على رئيس الجامعة الحسين الدكتور طال خنيس إلى أن التعليم العالي لأوردن شاهد تطورات متعددة خلال 2011 رغم استمرار مظاهر الأزمة التي يعاني منها منذ سنوات يعني هي مش مشكلة حالية إذ استمر تمسك هذا القطاع وحضوره رغم حجم النقاش والنقد الذي يتعرض له و من أهم المظاهر التي تطورات التي شاهدها قطاع التعليم العالي خلال 2011 تسعني إذ يحجم هذا القطاع على خلق شراكة مع الجماعات المساهمة في الشأن الوطن ألا هي مقدمة لأبد منها للتذكير أن أحاول أجاوة على ست أسئلة يعني شركة الروابي هي شركة تقدم خدمات إدارية وفنية ولا رفصة أوروينية ولا شركاء حول العالم في عدد من الدول أغلب الدول اللي أنا ذكرتهم مصر والأردن والسعودية ماليزيا والهيبيا والموريتانيا نحن شركة أسرع نمواً في مجال تطوير المشاريع ذات البعد التنموي والربح في ذات الوقت يعني لا بنغفل للجانب الربحي ولا بنغفل للجانب التنموي ويمكن هنا أنا بضرب مثال دايماً في نقطة الجانب الربحي والتنموي جسر في الجزائر أو نفقي أعتبر هو الحكومة مش مستعدة تصرف عليه ويمكن هنا جروح؟ نعم؟ ويمكن هنا جراحك؟ ويمكن هنا ننزل؟ خلاص خلاص جراح كمين هو؟ نعم نعم نوصل وقلنا خليح حولا لك ابن بس يعني كنا بنغفل الربح فأعضب أعضب 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 لا 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 فأحنا بنقول إنه كان في جزائر كان في نحاول إن إحنا يعني نخلي الناس تعمل التقلب نعم يعني إحنا بنسعد بالمنافسين في الحقيقة التغلب على عقبات تطوير الخدمات والإبداع في المشاريع التنموية الموضوع مش موضوع بس مشروع وكمان إبداع فيه وزيادة تفاهم زيادة السكان وزيادة نسبة المجتمعات وبالتبعية إنه ينقص على الخدمات الأساسية وخدمات التعليم وخدمات الصحة تطوير مهارات الشباب ضمن المعايير الدولية والمزيد من الميزات التنفسية للعمل اللي اشتغلوا معنا الحمد لله والمزيد ومواكبة النمو والحركة الاقتصادية في المنطقة يعني حقنا وحتى بعد الربيع العروي واضح إن المنطقة داخل على تطوير مواضح يعني قبل ومعنى لرؤيتنا واضحة إن إحنا بنركز على التنمية المستدامة من الدرجة لله وخط الفرص وتوفير الفرص وهي نقطة يعني يمكن أنا واضحة بنتلاقة فيها بين قسين وبين رؤية سعاد الدكتور الخميس ويعني رؤية العامة يعني إحنا كمان كشركة والهام الناس المساعدت أنفسهم في إحداث تغيير إيجابي في حياتهم إحنا إحنا عندها ثلاث توجهات التنمية المستدامة بالمرة الثانية مذكرها التنمية المستدامة التكنولوجيا بالكفاءات المدربة آآ معايير أو ثلاث توجهات آآ رئيسية كبرى بشركتنا من هدول شركات نجاحنا أكاديمية كيلبي يكلمت عنه بالأستاذ أحمد اللي هي متخصصة في وضوع أعطاع شهادات من آآ والشركة السلم هي آآ ومصدر التنويل هاي بعض المشاريع المختارة جهاز كان موجوب أوهبا المستشفى البشير مع عقد الصيانة أو تركيب من الشركة هولندية هي راتيفة إيلما والحقيقة كان شيء موفق تماماً يعني الحقيقة وأنا فخور بي أن أنا كنت بغض الارتباط بين قوسين يعني ما بين هاي الشركة ومستشفى المشير أو وزارة الصحة متلفة في مستشفى المشير يعني بديت بالله هاد لأنك سيدلي وهو طبع حضرتك كل القيس كان سيدلي يعني التطوير تماماً الجزائر كان تأسيس مصنع الإنتاج البيوت الجاهزة بساطة الفكرة كان بسيطة أنه حاب إنه ينتج حاب يشتري عشر تنف بيت فكان الأنسب أنه ينتج المصنع موصين للجزائر وينتج وينتج ويصنع داخل الجزائر يعيش الناس اللي وحد يعيشهم اللي هما آآ وبعدين في غرب الجزائر وبعدين المصنع يصير مصدر للدول اللي حواليه سواء فوقه أو تحته يعني سهل إنه هو يكون مصدر داخل لشريكه أو لصاحب المصنع الأخري هو مضح السعودية الحمد لله العديد من المشاريع يعني السعودية ما عندهمش مشاكل في الماديات فمشاريع كير يعني ذنية عن الحصر يعني نازل مقدم شركة الروابط بتقدم شركة تأسيسها هي تلك المشاريع التنموية الصحية تعليمية زراعية وصناعية التمويل أو استقطاع التمويل اللي مشرناها يعني معوقات المشاريع التنموية شو هيد الحقيقة التمويل طلع رقم اثنين وكان شي غريب بنسبالي أنا على أقل كواحد يعني متاظر نتيجة غيري متاظر أن التمويل رقم واحد هوقعه كنت متوقع تغفر المعلومات رقم اثنين فالحقيقة طلعت معانا هاي هاي البرامترز للجراعات الحكومية يعني هي دراسة معمولة على سبعة دوات بالمناسبة بغض النظر من السبعة لكن في تقارب في الدول العربية أنا أرى يعني من حكمها يعني من حكمها احنا يمكن التسويق التمويل والتسويق يمكن رقم اثنين وثلاثة كتير احنا ركزنا عليه ونحنا كشركة هنا احنا لما نقدم خدماتنا يعني لمن الآن نقدم خدماتنا لكل الناس يعني مفيش عندنا تمييز بس بنهتم بالجامعات التعليم الإعلام والصحة الزراعة حي احنا في مشروع زراعة احنا برضو شغالين عليه ان شاء الله يترمى على خيرنا كيفة الآن؟ الآن بجاوب على كيفة تفضل لا لا اوكي اقولها ها كيفة كيفة احنا بيشتغل بالتراست الهبات والمنقايدة والإجارة المتهمة التمليك التراست العلمي؟ تراست تراست هو الاسم وربي للوقف الوقف الأوقاف الإسلامية هم الحقيقة بيشتغل بيستغل بيسموها التراست تراست مقايدة الإجارة المتهمة تمال نحنا الحقيقة نصنع نموذج عمل بيزنس موضل يحس يناسب الطرف الثاني ويحنا كثير اوه اصنبول انت اوه مافيز زمون اوه مافيش فيش حد يتغل عنده وغيرا ما بتاخد من بول مول عندي عندي يعني غلان مرولة في التعارب انا واحد يدفع كاش يدفع كاش مش قال يدفعوا قاتل اوه ماوش ضفتر شكال ناخد بناعه مكان بناعه يعني مش مستعد الا يكون فيه محطة طلاقي بيننا وبينه انه ما بيض survives عندي اسمي معا ما باي وي باتي ومزاريهzier انا عنده شيء يحتاجه في علاقة اه، الا انموذج المعترحة للعمل في مشروع المطبعة هو الهيبة المشروطة او انها تكون تراست او انها تكون بيع وشراء او حق نفاع بي او تي او واستشارات تأسيس فاكم الا A هيبها المشروطة احنا اختارناها يعني اختارنا ان احنا نشتغل مع جابة بداية انا بلشت بالبي او تي وهذا هيبها المشروطة المقترح كول البي او تي او كان مقترح سن يعني والان احنا احترحنا ان يكون هل اذا حرك حبنا يرجع على البي او تي برضو بيسن يعني احنا ايوه انزل هذه المرودة الهبة المشروطة نقل ملكية الاصل الاصل بمكتبه صح من جهة واهبة اللي هو الروابي الى موهوب الله وحسب شرط متفق عليه بين الطرفين لإتمام عملية الواهب خلال زمن محدد تقول بين ملكية ويوجد نص قانوني او شرعي اسلامي مسيحي يمنى الهبة المشروطة بل في بعض النصوص بتحص على الهبة مشروطة الهبة بشكل عام هاي المطابع يعني اه في الديت الخمسينات وهاي احنا بنتأمن ان شاء الله يكون شكل مطبع اللي احنا بنحلم نعسسها في الحسين بن طنار ان شاء الله الجامعة في 2012 والان نتخل على السؤال السادس اللي هو كم بتكلف وقارنة مع مطبعة رائع اه هاي قديش بتكون تسونا هاي نحطها في جيبتها هاي قديش بتكون هاي قديش بتكون مطابع خاصة بالصحف بالصحف مطابعة خاصة بالصحف بتختلف تماما الرائعي انه مطبعة تجارية تطبع الكتب غير مطبعة الصحف صحيح مطبعة صحف صحيح مطبعة صغيرة مطبعة ضغمة طب غير هاي قديش بمطبعة تجارية ايه ايه انا احنا نرد الكلمة لحجم الاستثمار في مشروع المطبعة راح يقوم في حدود مليون هاي الأرقام تقريبية فيه كسور الحيانة استثنيتها المطبعة نفسها خلالوا الجسم المطبعة راح يتكلف اكتر اكتر من 60% او حدود 60% من كلفة الكلفة العامة وفيه تدريب وتركيم ووظفين عمالة وصيانتها بشكل دوري وبنية التحتية اللي هي الخاصة بنا وليش هي بنية التحتية الكاملة والمبنى ولا كغلا وبنية التحتية الخاصة فينا القواعد الماكينات والأور خاصة فينا في حدود مليون هنه هنا بعض المؤشرات الاقتصادية احنا على اي اساس بيننا عشر سنوات ارقام كتير يعني اخواننا محاسبين بيفهموا انا يعني لحد ما بفهم فيها لكن بشكل عام يعني فيها اي طواقع عندها العفو العفو يعني في معايتك دكتور معايتك الاخوان هنا يعني معدل نمو الموجودات تحديدا يعني هنا هاي ميزانيا برضو هنا هاي نبطحنا الحياة بنطلبها من الجامعة المبيعات المتوطعة او يعني مشترات الجامعة حابين نعرف ايش انواعها واحدة واحدة كتاب سنوي عدد كامتا قريبا ويعني هاي اشياء حابين نبطح فيها القائمة انا سيبها فاضل ان الحقيقة لحد مبارح مكتش عندي او يعني احنا تربطاها وكيف نحكي يعني ما اجدتش فوص انا اخدها حتى مش تربطاها وتخطف فيها ولا حاجة دكتور يعني انا عفو هلا هنا برضو دي شكل ازاي احنا متخيلين شكل هاي اشياء هاي اشياء ممكن هاي مراحل تنفيذ المشروع ان شاء الله بيكون في قبول هلا مراحلو راح تكون توقع الاتفاقية وعلى الله الاتفاق باقي الامور بتحال علينا بالكامل يعني ان شاء الله والسلام يعني الله يعفو الله يعفو الله يعفو لا تجعل المطاقة السيشولية نعم بيبدأ على مروع المتقدمون 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 الأرقام الأرقام لا تخطر بمناسبة لا انتنا خليل هاي هاي نعم بس يعني احنا يقول طيب تدريب تدريب الموظفين احنا راح ناخدهم برا راح ناخدهم في جزء من المطاقة او انواع معينة منها راح تتيجي من بريطانيا ونوع من ايطاليا ونوع من ألمانيا طبيعا احنا ناخدهم ادرابهم لك بحيث يعني هو انا ملخص الشيء بس انا الان استشد ببعض الخبرات السيجرانية انا في بريسة انا كان عندنا مفيش حاجة اسمها اسمها دوا يصلح بنسب التسعين في الموض كانت دوا يصلح او لا يصلح صح هلا انا مش اقول لك سحبت داعا كل حياة يصلح او لا يصلح لكن تعلمت حاجة اسمها ال GMP او الممارسات المثالية الممارسات الجيدة للاعمال بمعنى ان احنا والله هنسحب هادول الموظفين كوردينيين او من معال ممارسات الموظفين تقدير العدد او صحنا 40 كم يعني من 24 الموظفين الموظفين ينسحبهم من ثنيين وعمال وإداريين بالضبط او بينسحبوا يتدربوا بره بياخدوا دورات بحيث انه يبقى فيه standardization يعني high standard مطبعا مش اقل مثلا تحط مطابع العالمية في جيمها يعني انا صديقنا طبع كتابه في فولي فاينانس طبع يفاخد طبع في فولي فاينانس لا يتحط ولي فانانس في جميتها الشبان يعني شبينيك او او انا رفا بسألة يعني شوية تضرح تضرح الموظفين هو بناء الجامعة وتنتبج الموظفين طايدين هاي قصة بصفة ابتائية صفة ابتائية يعني احنا حطين يعني الخطة احنا نفكر فيها الموظفين بسألة هنا احنا احنا شركة شركة الرواني هاي برضو هي قبل المرونة قبل المطرة يعني بعد ما يخلص عفوان الانتفاق انتفاقنا عشرة سنوات سنوات دور الملكية للجامعة هدو يكون في الانتفاق واضح هؤلاء الموظفين بالوظفات المشفقة وهي بدورهم بالضبط صح هاي نقطة بتتعالش نعمة الانتفاقية طب في تفاصيل فنية كتير اه خلص يعني هاي المدون من خلال عشرة سنوات هاي تأسيس المطبع تأسيس المطبع تشغيل مضبوط هاتو في نفقات صحيح هلاين هاي نفقات طب سنتين أفرا الموظفين لو ايش العالية تشكيل عن تشكيل رواتب رواتب وضمانه اسكانه عن قديش المطبع لانه بداية اي شغل دكتور والدكتور كمان تعرفوا اه اي شغل في بدايتهم ما بيرقي كل فكرة الانتاج طبع فانتا لازم تكون حاططها بجت ان هي تصرفها حالا فترة معينة ان هي فترة الخلاج طبعا انا عمل تطلع على لا يوم في بعض الظهور الحياة انا مش معالجها في العرض ومعالجها في الاتفاقية او بالاحرى انا بس سميتها مسودة اتفاقية وليس اتفاقية انها طبعا قابلة للتفاهم يعني بس خلينا ننتبرها شوية ايوة كوية هاي تأدبا مع حضراتكم انا سميتها مسودة اتفاقية فيها اجابات على انقاط كثير موضوع الشرط موضوع عام ممكن امرو عليها بشكل سريع انا هنا بعرف الواهي والموضوع وكذا شرط الهبة اللي انا شرط الهبة واضح الوقت فقية موازية بموجبها قبل الطرف الثاني شراء كافة مطبوعاتي حصرية من المطبوع الموضوع له المشافظة له من الطرف الاول بقيمة بمات الف دينار سماوية وكل سنة ساتر يبع يعني احنا خلال اصلا عشر ازين احنا راح نشغل المطبوع يعني هل انا كرجان من عشر ودي ادفع مية ادفع مية ادفع حق المطبوع كنت اتمنى يكون عندي لهو الجدول المطبوعات الخاصة بالجامعة اه بالضبط مطبوعات الجامعة المتوقعة مثلا والله لو كان عندي بيان فيها واسعارها انا كنا ممكن نوصل كنا ممكن نوصل بزبط يعني هي بس هتكون المطبوعات الجامعة؟ لا لا طبعا يعني ممكن تجيبها شغل من بره من اعمال على الان من ضمن اتفاقية فيه تقرأ بنويد كبيرة فيها هاي المطبوع احنا على المواضيع هو كل مطبوعات الجامعة خاصية اللي تكون لديك جامعة اه احنا على المواضيع الآن هذا يعني فيه شرط ثاني يؤكد ان انتوا تقرأون اه عرضنا نبل مشروطة وكان فيه يعني القولة ايجابية من قبل الرئاسة فاحنا نجينا على الاساس هلأ اي تعديل بتعرف فيه قبل تدرسها وبترجع بيه اكتراك شو الفرق بين نبل مشروطة والبيوت؟ في فرقة البيوت رائح تأجير تأجير تمويل تأجير تمويل تأجير تمويل تأجير تمويل بس شو داخلت؟ في عنا ثلاثة